دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم يعني موقف جميل يرويه ويحكيه بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركيا السابق الآن هو نائب أردوغان في الداخل حزب العدالة والتنمية نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ورأيناه حتى في الجولات الأخيرة التي يحاول من خلالها عقد تحالفات لحزب العدالة والتنمية مع عدد من الأحزاب التركية الأخرى كي تكون داعمة لأردوغان في هذه الانتخابات وذهب حتى لفاتح أربكان وأقنعه بالانضمام لتحالف الجمهور المؤيد لرئيس أردوغان وكان لهذا رجل مجهودات كبيرة حينما كان هو وزيرا للنقل والمواصلات أحدث نقلة نوعية فيما تعلق بالطرق فيما تعلق بالمواصلات ويشار إليه بأنه كان ناجح بشكل كبير للغاية لذلك أردوغان يعتمد عليه يمكن هو رشحه في رئاسة بلدية إسطنبول ولكنه يعني انهزم في هذه الانتخابات أمام أكرم إمام مغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري مرشح المعارضة التركية في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وكان الفارق ضئيل للغاية بالألاف لكن هذا الرجل لازال أردوغان يعتمد عليه لديه ولاء كبير لأردوغان يحكي هذا الموقف الذي يعتبر واحدا من الكواليس والأسرار داخل حكومة أردوغان يقول كنت نائما لأستيقظ فيها السلسة فجرا على اتصال مفاجئ من رئيس أردوغان كان هناك أحد الطرق التي من المفترض لها أن تنتهي وأن يتم إنشاها في الوقت القريب أردوغان سأله عن هذا الطريق وقال له لماذا لم يتم الانتهاء من هذا الطريق هو يقول أنا كنت أشعر بأني أحلم يعني صاح من النوم وفاجأ بهذا الاتصال يعني قلت في نفسي هل الرئيس أردوغان رأى هذا الطريق في الحلم ما الذي يجعله يسأل عن هذا الطريق في هذا الوقت بالتحديد وأنا حتى يعني أحاول أن أقوم بتجميع وعي لكن رئيس أردوغان اتضح من خلال حتى هذا الاتصال الهتفي مدى حرصه على شعبه مدى حرصه على أن يقوم بالإنجازات في أقل وقت متاح بن علي يلدرم يعني بعد أن ضحك وضحك كثيرا يعني أشار إلى أنه اكتشف أنه أحد المخاتير يعني المهتار طبعا يعني حتى هو ردبة قليلة كان قد أوصل رسالة لأردوغان يتساءل فيها لماذا لم يتم الانتهاء من هذا الطريق لأنهم في حاجة ماسة لإنشاء هذا الطريق كي يقلل الوقت على المسافرين وعلى ركاب وعلى ركب السيارات في هذه المدينة لذلك أردوغان نسي فيها الصباح أن يسأل بن علي يلدرم عن هذا المشروع وتذكره فيها الثالثة فجرا واتصل ببن علي يلدرم وكانت الضحكات تلك لبن علي يلدرم وهو يتحدث عن اتصال أردوغان فيها الثالثة فجرا ليسأل عن طريق لكن تكشف حجم التعب والمجهود بالفعل المبزول من قبل أردوغان وبن علي يلدرم وسليمان صويلو وفقر الدين كوجة وفاتح دماز وكل هؤلاء الوزراء العاملين اشتركوا في القناة